عندك سواد السنين غمقان تحت الابتين بين الفخاد في جسمك رقب الكوعك وصفة من الاخر هتوحد لون الجسم وهتخلي جسمك كله لون واحد وكمان هتخلي جسمك ابيض وبيلمع وشكله جميل جدا وكمان مفوش ولا بقع ولا تسبغات وكمان هيخلي تحت البط بيضة زي القشطة وهيوحد لون البشرة تنسوش تعملوا اللايك واشتراك في القناة وفعلوا بجرس وشيل لسحبكو عشان يوصلكوا فيديوهاتي اول باول يوصلكو اشعار الفيديو ويلا بينا نشوف الوصف البيكن بودر يابنات سحر البيكن بودر او خامرت الحلويات باخد منها حوالي معلقة مليانة صغيرة زي ما انتو شايفين كده معلقة صغيرة مليانة بيفور السواد اللي بيبقى تحت الابتين وبين الفخاد وكمان بيفتح البشرة بيوحد لون البشرة لانه فعلا قوي جدا في فوران الغمقان اللي بيبقى في الجسم خدت كده حوالي معلقة وهضيف عليها ربع معلقة صغيرة من المعجون الاسنين ده بردك سحري جدا في التبييد وبيفتح وكمان بيدي انتعاش جميل جدا للجسم اصفة دي يابنات للجسم فقط مش للبشرة يعني مش لوشك لأ هتعمليها للجسم بس اي مكان بقى في جسمك تقدر تعمليها حلوة جدا جدا وبتفتح بطريقة حلوة ومن اول مرة كمان هنا هابدى ان انا ادعى تقليبة كده مع المعجون بس اللي هو ان انا اهرس المعجون هضيف عليها مية ورد مية الورد من الحاجات الجميلة جدا اللي بتفتح البشرة وبتوحر لون البشرة وبتدي نضارة وكمان بتدي توحيد لون البشرة لانها مية الورد مفيدة جدا جدا للبشرة وكمان لها فوايد اكتر من كده بكتير للجسم قطيت كده حوالي معلقة كبيرة وهبدأ ان انا ادوبهم لو احتاجت تاني هحط مية ورد انا هنا على قد ما بقدر بدوب المعجون والبيكنج بقدر اللي هي خاملة الحلويات شايفين الفوران ببتديت خاملة الحلويات تندمج مع المتكونات شايفين حلوة قوي هبدأ بقى اضيف عليها كمان معلقة من النشا او الكورن فلاور معلقة كده مليانة صغيرة مليانة جدا زي ما انتوا شايفين النشا او الكورن فلاور بيفتح البشرة جدا بيوحد لون البشرة بيدا الملمس ناعم كمان بيقلل افرازات العرق وكمان ريحة الجسم اللي في هيك الروايح الكريهة كمان بيفتح البشرة وبيوحد لونها جدا هنا بقى هبدأ ان انا اقلبها كويس قوي حاول ادمجها كويس لحد ما تبقى معايا كده زي الرمل الوصفة دي فعالة وقوية جدا لانها فيها مكونات فعالة في تفتيت السواد والغمقان اللي بيبقى في الجسم عايزاكوا تجربوها بجد هتعجبكم جدا بصوا هنا انا قلبتها لحد ما بقيت معايا كده مفرولة او زي الرمل زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى اضيف كمان عليها معلقة من الترمس المطحون او الحمص المطحون الترمس المطحون ده رخيص جدا وهتلاقيه عند العطار لو جبتي بخمسة جنيه هتلاقيه من ديكي كيس كبير يعني حلو يعني هو بصراحة حلو جدا في تفتيح الاماكن الغمقى جدا وكمان بيفتح الاماكن الغمقى بطريقة حلو قوي هنا بقى هحاول ان انا اخفف بمية ورد الكمية المية الورد بقى انت بتحطي مسلا معلقة في معلقة لحد ما تحس ان الوصفة بقت معكي مش سيلة اوي ولا ساميكة اوي كريمة كده خفيفة تمام كده انا هنا بحاول ان انا نقلب لحد ما وصل للقوام اللي انا محتاجيه متحاوليش ان انت تعمليها ساميكة مش هتعرفت يفرديها وهتقع لما تجي تحطيها في جسمك ولما تعملها السيلة سيلة هتدهولي نفسك وهتدهولي جسمك وهتدهولي الدنيا فنحاول على قد ما نقدر يبقى القوام بتاعها وسط ولا سيلة اوي ولا ساميكة اوي هنا حاولت تاني ان انا حط ميت ورد وهقلب تمام كده لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا محتاجين هو هنا ده كده القوام بتاعي اللي انا هبقى محتاجيه انا بس كل ده عشان اوريكي الملمس بتاحها مش عايزاك انت تعملها ولا تقيلها ولا خفيفة عشان ما تبص منك الخلطة لما بتبقى وسط بتديك النتيجة الفعالة اللي انت محتاجيها شايفين ده القوام اللي انا محتاجيه هبدأ بقى اضيف عليها معلقة من زيت الزتون عشان الترتيب والتنعيم وكمان ما يحصلش جفاف في الجسم اي نوع زيت ممكن تستخدميه لجسمك يعني كان زيت اطفال زيت زتون زيت جوز الهند ممكن نستخدمه او زيت اللوز المر المتاح عندك تقدر تستخدميه عادي الفكرة بس ان انا بستخدم حاجة مرتبة وكمان لها فوائد وغيزة للجسم تمام هبدأ بقى ان انا اقلب كويس بصوا القوام بتاحها عاملة زي الكريمة شايفين تمام انا ممكن استخدم بقى ده اختياري لو انت حبه بس انا بحبه افضله ان انا استخدمه لسبب بيفور الغمقان والسواد وكمان بيفتح جدا نص معلقة من البكاربوناتو حلو جدا جدا وكمان بيفور الغمقان اللي تحت الابتين لو انت عندي غمقان بقى جديد او عايزة اتوحد اللون مثلا جسمك لون ولون فانت حبه ان انت اتوحد لون جسمك كده وتخليه لونه واحد فبيفور الثواد جامد يعني حطيت كده طبق تاني وهبدأ اجيب لمونة وهبدأ ان انا اقسمها لنصين على فكرة انت ممكن يكون اللمونة كبيرة بتبقى افضل يعني انا عشان ما لقيتش عندي اللمون صغير فلو عندك اللمون يكون كبير يبقى افضل عشان تعرف تمسكيها وانت بتفركي بها تمام وهبدأ بقى ان انا احط الخلطة على المكان اللي انا عايزة افتحه ان كان بقى في اي مكان في الجسم معادي جدا الناس اللي عندها حساسية من اللمون ما تستخدمش اللمون ممكن تستبدلها بنص طماطموية جميل اه ما عندي كيش برضو او انت مسلا عندك حساسية من الطماطم بتجيب شوية سكر معلقة سكر واعمل فرق بيها على الوصفة بدل اللمونة زي ما انا بعمل كده بس افضل حاجة بصراحة اللمون جربته كان حلو قوي بير كده ان اللمون من الحاجات القوية جدا اللي بيفتح الاماكن الحساسة والاماكن اللي هي زي الابتين وحد لون البشرة وكمان بيزيل التصبغات والبقع والكلف وكمان لو عندي كنمش حلو جدا بيفتح لانه غاني بالفيتومين سي من الحاجات الحلوة قوي اللي بتوحد لون البشرة هنا بقى انا بعصر اللمون وببدأ ادعك بيها يعني انت لو هتحطيها تحت باطك هتعصري كده عصرة خفيفة وابدأ ادعكي شايفين الفوران بجد تحفة اللمون بيتفاعل مع الوصفة اللي احنا حطنها وكمان بيدي فوران حلو جدا وفهم زي ما انتو شايفين كده الواقوي بصوا بقى هنا انا هركن الوصفة الجميلة بتاعتنا الامر دي وبعدين هعمل المرتب التحفة ده بيفتح وبيوحد لون البشرة لما تحطيه بقى ده بنحطه على الجسم يوم كامل يومين بترطبي بيه على طول حلوة قوي قوي وغني بالفيتامين هنا هاخد ربع معلقة صغيرا جدا من جوز الهند زيت جوز الهند او كريم جوز الهند طبعا اقدر اعمل كمية كبيرة مفيش مشكلة واشيلها براحتك قوي هي بتقعد معاكي فترة كبيرة جدا حلوة قوي هضيف عليها معلقة صغيرة من الالوفيرا او جيل الصبار وهبدأ ان انا اخلطهم كويس قوي لحدا ما اللون بتاحهم يبقى لون كده ابيض ان انا قدمج جوز الهندي كده مع جيل الصبار لحدا ما اللوني بقى فاتح كده وصفة قوية جدا بيفتح وكمان بيخل البشرة نعمة وملمسها تحفة غير بقى رحة الابتين تحفة جدا شايفين انا قلبتها كويس هبدأ بقى تحفة عليها معلقة صغيرة من زيت جونسون الاطفال او ممكن تستخدم زيت الزتون لو ما عندي كيش استبدالية عادي معلقة صغيرة من زيت الزتون هاخد كده حوالي معلقة صغيرة من زيت الاطفال انا بعملها عشان كمان يدي ريحة للناس العايزة ريحة حلوة لتحت الابتين للجسم في ناس كتير بتبقى رحة العرق بتاعها فضيع فدي حلوة قوي وبتقعد معاك فترة كبيرة ريحة العرق ما بتبقاش موجودة ضفت بقى هنا نقطتين من كابسولات فيتامين اي فيتامين اي عشان كمان يغزي للمنطقة ويديني فيتامين كده وندارة طبيعية وكمان يديك تفتيح حلوة قوي اللي ببقى كل الامر ده كده مع بعضه زي ما انتوا شايفين بصوا قوامها حلوة قوي هبدأ بقى ان انا استخدمها نقطة صغيرة هتديكي حاجة كده تحفة بصوا تحط بقى نقطة صغيرة وانونا شايفين هي نقطة هتغرق ايديكي وهتخلي للمعان تحفة جدا وريحة بقى جبارة عايزة اقولك انها تعمل ريحة حلوة قوي للجسم غير كده كمان الترتيب والنعومة والتفتيح حاجة كده كسما بالله هتدعيلي عليها انا عايزة اواريك الايدي التانية لو انت شايفاها جفة وكمان مفهاش لمعة بصوا الايدي جفة خالص ومفهاش لمعة وبهتانة بصوا الايدي اللي احنا عملناها في ترتيب كده ولمعها بصوا خفيفة جدا وحلوة قوي قوي جربوها بجده هتعجبكم جدا ما تنسوش بقى تعملونا لايك واشتراك للقناة وكمان فعلوا الجرس وشيل صحابك عشان يستفادوا كونان يستفادوا باي باي